تحديد تكلفة الحصول على الأصول الثابتة كما ذكرنا فإنه يتم تحديد قيمة الأصل الثابت في تاريخ الحصول عليه على أساس القيمة السوقية العادلة للأصل والذي تمت التضحية بها في مقابل الحصول على ذلك الأصل أو القيمة السوقية العادلة للأصل الذي تم الحصول عليه أيهما أكثر وضوحا هذه أو تطبيق هذه القاعدة يكتنفه الكثير من مشاكل القياس والتي تتوقف كيفية معالجتها على الطريقة التي تم الحصول بها على الأصل ومن مشكلات القياس التي تواجهنا عند تحديد تكلفة الحصول على الأصول الثابتة ما يلي واحد مشكلة الحصول على الخصم النقدي وكما ذكرنا في الوحدات السابقة الخصم المشروط أيضا في حالة الشراء بالتقصيد أيضا إذا تم شراء الأصول الثابتة في مجموعات أيضا إذا تم استبدال الأصول الثابتة ولم يتم شراءها كذلك أيضا في حالة الحصول على الأصول الثابتة كهبة أو تبرع وأخيرا الحصول على الأصول الثابتة مقابل إصدار أسهم والمشكلة الأولى في حالة الخصم النقدي وهناك طريقتان لمعالجة الخصم النقدي على الأصل الثابت هما واحد اعتبار الخصم النقدي هذا بمسابة تخفيض في تكلفة الأصل سواء استفادت منه المنشأة أم لا وذلك على أساس أن التكلفة الحقيقية للأصل هي سعر شراءه النقدي بمعنى أن الأصل أن يتم شراء الأصول بسعر شرائها النقدي فإذا فشلت الإدارة في الحصول على الخصم النقدي نتيجة عدم التزامها أو نتيجة عدم قدرتها على توفير المبالغ المطلوبة خلال مدة الخصم فإن ذلك يقدم دليلا على عدم كفاءة الإدارة ويعالج الخصم في هذه الحالة أي في حالة عدم الحصول عليه كخصم نقدي مفقود أو خسارة يتم تحميلها على إيرادات الفترة كما سيتضح من الأمثلة التالية الطريقة الثانية وهي تخفيض تكلفة شراء الأصل بقيمة الخصم النقدي في حالة واحدة فقط وهي إذا تم الحصول على الخصم وذلك باعتبار أن شروط الحصول على الخصم قد تكون غير مجزية للمنشأة ولذا لا يجب اعتبار الخصم المفقود خسارة للفترة المالية الحالية والمثال التالي يوضح كيفية معالجة الخصم النقدي فبافتراض أنه تم الاتفاق على شراء آلة في بداية العام بمبلغ مئة ألف ريال بخصم خمسة في المئة عشرة أيام صافي تلاتين يوم بمعنى أن الشركة قامت بشراء آلة بمبلغ مئة ألف ريال بشروط خصم على النحو المذكور أي أن الشركة تحصل على خصم خمسة في المئة إذا تم السداد خلال عشرة أيام علما بأن فترة الاعتمان المتاح السداد خلالها تلاتين يوم المطلوب واحد إثبات عمليات الشراء بفرض أن السداد تم في عشرة واحد وإثبات عملية الشراء بفرض أن السداد تم في تلاتين واحد أي بعد مضي مدة الخصم الحالة الأولى في حالة أن السداد تم في عشرة واحد أي تمكنت المنشأة من الحصول على الخصم الإثبات في واحد واحد أي عند الحصول على الأصل حساب الآلة مدين بخمسة وتسعين ألف أي تم إثبات الأصل بالصافي وحساب المورد أو الدائنون دائن بخمسة وتسعين ألف ريال حيث أن مبلغ الخصم عبارة عن مئة ألف ريال في خمسة في المية بخمسة ألاف ريال وبطرحها من المئة ألف إذن صافي تكلفة الأصل خمسة وتسعين ألف ريال تم إثبات الأصل هنا بالصافي أي كأن المنشأة قد حصلت على الخصم فإذا تم السداد في عشرة واحد أي في نهاية أي في خلال المدة المسموح بها في هذه الحالة يجعل حساب المورد مدين بخمسة وتسعين وحساب النقدية أو البنك دائنا بخمسة وتسعين وهنا لا يظهر أي أثر أو أي بيان للخصم في الحالة الثانية في حالة عدم الحصول على الخصم أي تم السداد بعد نهاية المدة المتفق عليها فبافتراض أن السداد تم في تلاتين واحد كما قلنا عند الحصول على الأصل سيتم إثباته بالصافي خمسة وتسعين ألف حساب الآلة خمسة وتسعين ألف حساب المورد أو الدائنون ونظرا لأنه لم يتم السداد خلال المدة المتفق عليها ففي عشرة واحد وهو نهاية المدة المسموح بها للحصول على الخصم عند فقد الخصم يتم إثبات القيد التالي حساب الخصم النقدي المفقود مدينة بخمسة آلاف ريال وحساب المورد دائنا بالخمسة آلاف ريال هذا الجزء الأول وما يتم إثباته في عشرة واحد حيث يتم تعليه حساب المورد بالخمسة آلاف التي تم تخفيضها في البداية ونظرا لأن المنشأة لم تحصل أو لم تستطع الحصول على الخصم فيتم إضافة المبلغ مرة أخرى إلى المورد وبالتالي طالما أن السداد تم في تلاتين واحد إذن يتم سداد كامل المبلغ للمورد فيجعل حساب المورد مدينة أو الدائنون مدينة بمبلغ مئة ألف وحساب النقدية أو البنك دائنا اشتركوا في القناة